طيب لايه بيقولوا انه جميل السيد كان اصلب شي فيكن والوحيد اللي طالب بحقه بعد الخروج انتو كلكن اتنزلتوا عن حقوقكم يعني جميل السيد الوحيد اللي بعده عم بيركد ورا حقه لليوم ورا على المحكمة الدولية ومصر انه على حقه بينما البقيين انه مثل عفوا على التعبير مثل ما بدكن السترة يعني لا 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 اول شيء هذا الوقت اول شيء انا واضح بالنسبة لللواء السيد اللواء السيد معدبر انه هو هاي المحكمة مجرد يناكد يقصفها بيكون عم يسترد بعض مما حصل معه انا من الاساس قلت انا اساسا انتحقق معي مرتين مع المحكمة الدولية انا من الاساس رفط بقى التحقيق معهم واعلنت انه هاي المحكمة مش معمولة لا محكمة هاي دي محكمة سياسية ما دخلني فيها ولا بالقضاء ولا بالجنائي وبالتالي انا لما اعلن هاي ده الشيء شو الي فيها انا وانا لما اظهرت اول موقف لالي انه هاي دي ما مش واده هاي دي عمل تحتت زجنة باستجنة لا سياسيا لا جنائيا ولا قضائيا ولا خاصة هاي ده انا اللي اخدت موقف بالداخل اللبناني قلت لهم بس تصير عنا نحنا قدرة انه نقول هاي ده السلطة القضائية سلطة الخارج ساعتها ما احنا نتخلى عن ذرة من حقه على اللواء علي حاج وريمون ما بعرف موقفه بس انا عمقول موقفه لذلك انا ما امت بمتابعة الوقت يعني ربط النزاع القضائي مع هاي المحكمة هاي محكمة هذه السرقة سرقة موصوفة والدليل هيك يعني للأسف انا بس بترك هاي دي القصة عند جمهور الرئيس الشهيد الحريري انه يطلع بس سليم عياش عاب عاب انه مهني مهني يحتجوا يحتجوا بشكل علني وهذا عشان هاك انا ما انه تركت حقه انا بدلت لك انا بالحبس ما كنت شايفهم مش شايفهم وبيعرفوا المحامية وهذا هيدا الواقع موقف محرج الموقف الاول انتو يا شباب يا ناس يا عالم روح انزلوا ع بيوتهم روحوا ع البنك المركزي احتلوا خلي يجوا لعندي يقولوا لي عم تحكيك دعيت الناس تنزل ع بيوتهم وتنزل ع البنك المركزي نزلوا على بيوتهم كسرون وسبيتون ونيس طلعت ناس قالت هاي دي ممتلكات خاصة شو جهين تعملوا هون هاي دي جريمة ونزلت الدولة لقطتهم وراحوا على البنك المركزي كمان تواجهوا بالعنف لواء السيد بيقول اذا شفت حدا جاي على بيتك اوصوا شفنا شو صار قدام بيت الوزير محمد فهمي طيب كيف تدعو الناس تروع ع بيوتهم ولما يروحوا ع بيوتهم وتضربون شو خصني انا شو انا مسؤول عن الانتو سلطة لا 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 هذا كلام ما بيتسلطة اول شي هذا بيحكي ايك تنط ما بيحكي انا مني سلطة انت مع انت مع لما راحوا على بيت الوزير فهمي اكيد لا تفضل ليش لا ينزل على وزار الداخلية الوزير فهمي شو دخلوا بالفساد والانت قلت روحوا ع بيوتهم ع بيوت الفاسدين والموازدين الوزير فهمي كان عم بيعطي ما عم بيعطي ما عم بيعطي اذن رفع حصاني ينزل على وزار الداخلية يطوقوه هناك دروق انا عم بيحكي عن بيوت الفاسدين والمستديم حدا المحل محطين المصريات ما عم بيحكي عن الوزير فهمي لا راحوا على بيت مئاتي ايه شو صار فيون خبطون هن يضلوا بكملين ايه مثل ما انا احنا عم نشجعون دي انا اللي عم بيحكي راحوا على عين الديني شو صار فيون خبطوا انا خبطون وراحوا على مجلس النواب شو صار فيون لاك هذه الثورة ثورة اول كف بيأكلوا بيهروا راحوا على بيت طارق المرعبية شو صار فيون ها شو خلصني انا انا السلطة اوكي خبطوا ما هني السلطة مين قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس فهمي مش متهم بالفساد فهمي مانو فاسد كلهم فاسدين فهمي ساري انا خليني وضح لك النقطة لقلت روح عبيوتهم سكر الطرقات عميعم سكر الطريق في شي موكب ازعر من الزعران والسلطة المذهبيين الطائفيين بيمرع الطرقات اليوم شو عاملين شو عاملين اليوم شو عاملين روح شوف صفوف السيارات الوقفي ها بس هيدا انا بالاول هاي بايه لو سكر الطرقات ما كان افضل بس مش انو بعمل عنفق نهر الكلب حدود الكلك ليش مش شوف Ну لالees مش شوف الا نهر الكلب خليق بأبرو ف بعمل على الكنتون طبعه بعمل صد على نهر الكلب أو بنتر بروح على خلدي مشكلتك مشكلتك منو شايف الا منطق معيني و فريق معي لبنان كلهم متسكر من ت概ابيا من تعنايل من طرابلس من عكار من خلدي ما بتحكو الا على الزوق و جل الديب و نهر الكلب لا هذا حدود الكنتونت روك ياخي حاذا حدود الكنتونت هاي منطقة من لبنان ناسا قالون حق يعتردوا مثل ما انت قالك حق بعد يطلع معراب حرامي كان جزء من السلطة يا خي ما عم يحكي عن قطع الطرقار ايه ما يقطع الطريق هيدا اللي نرزل على الزوق يطلع معراب يحتل معراب مسوية فيها ملايين دولارات يروح على عين تاني يروح على كل بيوتهم لللي بالسلطة للفاسدين والمفسدين